بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين وبعد أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم نلتقي اليوم في الدرس الثامن والثلاثين من كتاب التربية الإسلامية من خلال مدرسة أوريانت الإفتراضية درسنا اليوم هو من الوحدة الأولى من كتاب التربية الإسلامية التي تحتوي على قسم القرآن الكريم إلا أن درسنا اليوم هو ليس درس تفسير إنما هو درس عملي في مراجعة الأحكام التجويدية نقرأ فيه سورة الملك ونتدارس من خلال قراءتنا الأحكام التجويدية نبدأ وبالله نستعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير في قوله تعالى تبارك الراء مفخمة لأنها مفتوحة شيء قدير الحكم إخفاء لأنه جاء بعد التنوين حرف القاف قدير الحكم مد عارض للسكون بسبب أنه جاء بعد الحرف المدي الذي وحرف الياء حرف متحرك وسكن للوقف عليه وبالتالي يمد جوازا حركتين أو أربعة أو ستة حركات عملا وهو هنا الحكم إضغام ناقص بغنة لأنه جاء بعد التنوين حرف الواو وهو من حروف الإضغام الناقص بغنة من كنمة ينمو الغفور كذلك مد عارض للسكون كل آية تنتهي بالحرف الذي هو قبل الأخير بحرف مدي وبعد حرف متحرك نقف عليه بالسكون فيكون لدينا الحكم حكم مد عارض للسكون سماوات طباقة هنا الحكم إخفاء لأنه جاء بعد التنوين حرف الطاء وهو من حروف الإخفاء طباق ما الحكم إضغام ناقص بغنة لأنه جاء بعد التنوين حرف الميم وهو من حروف الإضغام الناقص بغنة ترى الراء مفخمة لأنها مفتوحة الرحمن كذلك الراء مفخمة لأنها مفتوحة من تفاوت هنا الحكم لدينا إخفاء لأنه جاء بعد النون الساكنة حرف الطاء وهو من حروف الإخفاء تفاوت فرجع هنا كذلك الحكم إخفاء لأنه جاء بعد التنوين حرف الفاء وهو من حروف الإخفاء ترى الرأى مفخمة لأنها مفتوحة كما في الكلمة التي قبلها البصر الرأى مفخمة لأنها مفتوحة ثم هنا الميم هو حرف مشدد أغن يمد حركتين كرتين الرأى مفخمة لأنها مفتوحة ينقلب هنا الحكم إخفاء في كلمة ينقلب لأنه جاء بعد النون الساكنة حرف القافي وهو من حروف الإخفاء كذلك في نفس الكلمة لدينا قلقلة وسطى لأن الباء من حروف القلقلة في قولنا قطب جد فهي وسطى لأنها جاءت في آخر الكلمة غير مشددة ولنعلم أن القلقلة في وسط الكلمة تكون صغرى وفي آخرها إذا كان الحرف ساكنا سكونا أصليا تكون قلقلة وسطى وإذا ما كان مشددا وسكن للوقف تكون القلقلة كبرى البصر الرأى مفخمة لأنها مضمومة خاسئا وهو كذلك هنا الحكم إضغام ناقص بغنة لأنه جاء بعد التنوين حرف الواو حسير هنا الحكم مد عارض للسكون يمد جوازا حركتين أو أربعة أو ستة لأنه جاء حرف مد قبل الحرف الأخير المتحرك الذي سكن للوقف ولا قد أدان هنا قلقلة وسطى زيّنّا النون حرف مشدد أغن السماء هنا مد واجب متصل في قولنا السماء يمد وجوبا خمسة حركات لأنه جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة ولو كان حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها يكون مد جائز منفصل رجوما الرأى مفخمة لأنها مضمومة رجوما للشياطين هنا لدينا الحكم إضغام كامل بلا غنة لا نحتاج إلى غنه أي لا نحتاج إلى أن نمد الإضغام حركتين إنما نضغم على الفور رجوما للشياطين لماذا؟ لأنه كامل ولا يحتاج إلى غنة وهو من حرفي الإضغام الكامل بلا غنة اللام والرأ السعير الرأى مرققة لأنها مكسورة كفروا الرأى مفخمة لأنها مضمومة بربهم الرأى مفخمة لأنها مفتوحة بربهم عذابة هنا الميم حكمها إظهار شفوي لأنه جاء بعدها حرف من حروف الإظهار الشفوي وهو العين علما أن أحكام الميم الساكنة الإضغام الشفوي إذا ما جاء بعد الميم الساكنة ميم متحركة أو الإخفاء الشفوي إذا ما جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء وباقي الحروف التي تأتي بعد الميم الساكنة تعطيها حكم الإظهار الشفوي جهنمه النون حرف مشدد أغن وبئس المصير كذلك هنا لدينا مد عارض للسكون إذا ألقوا هنا لدينا مد جائز منفصل يمد جوازا حركتين أو أربعة أو ستة حركات لماذا؟ لأنه جاء حرف المد الذي هو حرف الألف في آخر الكلمة الأولى وبعده همز في أول الكلمة الثانية فهو جائز منفصل شهي قوة كذلك هنا الحكم إضغام ناقص بغنة لأنه جاء بعد التنوين حرف الواو وهي من حروف الإضغام الناقص بغنة المجموعة في كلمة ينمو كلما ألقيه كذلك مد جائز منفصل مثل إذا ألقوا فوج سألهم هنا الحكم لدينا إخفاء لأنه جاء بعد التنوين حرف السين وهو من حروف الإخفاء سألهم خزنتها إظهار شفوي لأنه جاء بعد الميم الساكنة حرف الخاء خزنتها ألم مد جائز منفصل لأنه جاء حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التي تليها قد جاءنا قد الدال حرف قلقلة وسطة لأنه جاء في آخر الكلمة وأصله ساكن جاءنا هنا المد واجب متصل لأنه جاء حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة يمد وجوبا خمس حركات نذير فكذبنا جاء بعد التنوين حرف الفائي فكان لدينا الحكم إخفاء لأن الفاء من حروف الإخفاء من شيء جاء بعد النون الساكنة حرف الشين فتولد حكم الإخفاء لأن الشين هو من حروف الإخفاء شيء إن أنتم هنا لدينا حكمي إظهار بعد التنوين في كلمة شيء جاءت لدينا الهمزة وهي من حروف الإظهار التي مجموعة في أوائل الكلمات التالية أخي هاك علما حازه غير خاصر الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء كذلك إن أنتم بعد النون الساكنة جاءت حرف الهمزة كذلك تولد لدينا حكم الإظهار أنتم هنا الحكم إخفاء لأنه جاء بعد النون الساكنة حرف التائي وهو حرف من حروف الإخفاء ضلال كبير جاء بعد التنوين حرف الكافي وهو من حروف الإخفاء كنا النون هنا حرف مشدد أغن في أصحابه لدينا هنا مد جائز منفصل لأنه جاء حرف المد وهو الياء في آخر الكلمة الأولى وبعده همزة في أول الكلمة الثانية فاعترفوا الرأم فخمة لأنها مفتوحة بذنبهم هنا لدينا الحكم إقلاب لأنه جاء بعد النون الساكنة حرف الباء فتقلب النون ميما عند الباء فتقرأ بذنبهم فسحقا له جاء بعد التنوين حرف اللام وهو من حروف الإضغام الكامل بلا غنة ولذلك لم نمد الغنة حركتين إنما أضغمنا على الفور فسحقا لأصحاب السعير كذلك هنا في قولنا السعير مد عارض للسكون إن الذين يخشون ربهم الراء مفخمة لأنها مفتوحة ربهم بالغيب لدينا هنا الحكم من أحكام الميم الساكنة حكم الإخفاء الشفوي لأنه جاء بعد الميم الساكنة حرف الباء فنخفي الميم ولا نظهرها وكذلك لا نضغمها إنما نقول ربهم بالغيب مغفرة الحكم هنا إضغام ناقص بغنة لأنه جاء بعد التنوين حرف الواو أجر كبير هنا الحكم إخفاء لأنه جاء بعد التنوين حرف الكاف وهو من حروف إخفاء هكذا أعزائي الطلبة نكون راجعنا معا الأحكام التجويدية مع إيقاعها على التلاوة أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والنجاح والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر